بكرة أو يعني خلاص النهاردة كمان ساعات هيبقى فيه اجتماع الاتحاد الكرة عشان يحسموا فيه أمر كالوس كيروش الحسم الأمر ده في ايه؟ مش إنه هيبقى أو مش هيبقى هيبقى خلاص كالوس كيروش مع منتخب مصدر الاستقرار اللي حصل فيه اتحاد الكرة أو القرار اللي استقر عليه اتحاد الكرة الخلاف دلوقتي أو النقاش دلوقتي هل يتم التجديد لكالوس كيروش حتى 2024 أم لحد 2026 دي الحكاية اللي هينقشوها بكرة عضاء اتحاد الكرة 2024 يخلص عهد كالوس كيروش الجديد مع منتخب مصدر ولا يخلص 2026 مع نهاية تصفيات كأس العالم أو الوصول لكأس العالم 2026 إن شاء الله ده اللي هتكلمه فيه حتى الآن كالوس كيروش ما طالبش الاستغناء عن أي عضو فيه من أعضاء الجهاز الفني وهيتكلمه معه برضو هيسيبه له الحرية التمة في الإبقاء على كل عناصر العضاء الجهاز الفني أو تغيير بعض العناصر ده هشوفوه مع كالوس كيروش حاجة كمان هينقشها بكرة اتحاد الكرة وهو إنهاء عقد نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد الكرة بشكل مبكر بشكل مبكر لمدة شهر تعرفين عقده ينتهي مع نهاية شهر مايو ممكن يخلصوا العقد دلوقتي عشان هم عايزين يوفروا شوية مصاريف الفندق اللي بيقيم فيه نيلو فينجادا وبيكلف اتحاد الكرة ما يقرب من 15 ألف دولار تقريبا شهرين فيقولك لا احنا نديرو راتب الشهر ده ويتفضل خلاص كده تنتهي مهمتهم مع الاتحاد المصري خاصة إنه مش هيقدم أي شيء خلال الشهر ده فانوفر أحسن فلوس الفندق في الفترة اللي جاية دي الكواليس اللي هتحصل بكرة في اجتماع الاتحاد الكرة بكرة مش هيبقى فيه إعلان عن قرار التجديد لكاللوس كيروش هم مستنيين قرار الاتحاد الدولي لقوة القدم بشأن الشكوى اللي قدمها الاتحاد المصري فيما يخص مباراة السنغال زي ما أعلن قبل كده بس الاتفاق غدا هيكون اتفاق نهائي على بقاء كاللوس كيروش مديرا فنائي لمنتخب مصر للسنوات القادمة يا إما 2024 يا إما 2026